السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب ربع ابتدائي رجعت لكم ثاني مع لسن تشري من يونت 7 بعنوان energy around us يعود طاقة حوالينا فجايب لك بقى اشكال الطاقة اولا خدنا الترم الاول رينيوابل انرجي ونون رينيوابل انرجي قلنا رينيوابل انرجي هي الطاقة المتجددة التي لا تستنفذ اولا صح ما بتنتقيش ما بتخلص طاقة متجددة بترجع تاني زي الشمس والهوى والرياح والمية والامواج والحاجات دي كلها فعندك الرينيوابل انرجي زي طبعا ويند انرجي طاقة الرياح طاقة المادة والجزر البحر طبعا لو في حد مثلا عيش في منطقة فيها بحر هتلاقي البحر ساعات بيعلى وساعات بيرجع عشان طاقة المادة والجزر اللي هو حركة المية دي بيولدوا بيستخدموها برضو يولدوا منها كعربة جيو ثيرمل انرجي جيو ثيرمل انرجي جيو ثيرمل انرجي جيو ثيرمل انرجي اللي هو الطاقة الحراجية المبعثة من بطن الارض الارض بطن الارض زي ما احنا عارفين بيبقى سخني جدا فبيطلع حرارة ساعات فالحرارة دي بيستخدموها انهم يولدوا منها طاقة برضو الى الطاقة الشمسية الى الطاقة الغير متجددة زي مين؟ زي البترول هيجي الوقت ويخلص الفحم الفصل اللي هو اللقود الحفري اللي هو بقايا الكائنات الحية والنباتات والحيوانات والكلام من ده اللي بقى لها ملايين السنين برضو هيجي لها وقت ويض وتخلص وطبعا عندي جاز اللي هو الغاز برضو هيجي الوقت ويخلص ان الحاجات دي كلها او منصنعهاش او منتجهاش الحاجات دي احنا بنطلعها من تحت الارض بس وخلص على كده فالتحت الارض ده هيجي لوقت ويخلص عشان كده بنسميها غير متجددة طيب الديفنشن اللي عندي او الحاجة توربين قالك يعني الى لتوليد الكهرباء او لتوليد الطاقة اسف طايد اللي هو الماد والجزر قالك اللي هو المستوى البحر يقلى او ينزل ده بيستخدموا برضو الطرقة معينة عشان يعملوا منه طاقة generate يعني يولد قالك to make something انك تعمل حاجة لمعنى صح او تنتج حاجة store اللي هو يخزن قالك to keep something انك تحتفز بحاجة او تخزنه طيب الافعال عندي burn الماد بتاع burned burn burned 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 release into release يعني يطلق release into الماد بتاع released into لان طبعا release منتهية بحرف ال if عطينا دي بس store برضو منتهية بال if الماد بتاع stored حطينا دي بس الافعال بقى irregular او الغير منتزمة keep الماد بتاع kept keep يحفظ الماد بتاع kept يعني حفظه run out الماد بتاع ran out make يصنع الماد بتاع made يعني صنعه blow الماد بتاعها blue blow blue blow blue طيب قالك يا سيدي بعد reading tips قالك something sometimes when we read a text لما بنيجي نقرأ نص we find words which we don't understand بنلاقي كلمات مش فاهمانها ده طبيعي look at the rest of the words in the sentence كمل الجملة بص على بقيت الكلمات في الجملة carefully بحرص they can help you understand the new word ودي ممكن تساعدك انك تفهم معنى الكلمة اللي مش عارف معناها يعني بتفهمها زي ما احنا بقولها كده من سياق الجملة يعني بتفهم المعنى الكلمة اللي انت مش عارفها مش عزم تحفظها وتسمعها يعني كلمة جديدة عليك فلو قريت الجملة كويس ممكن تفهم الكلمة جديدة دي طيب تاني حاجة قالك look at how a new word is used in a sentence and decide if it is a verb or a noun شوف الكلمة دي مستخدمة زي في الجملة وقرر ساعتها هي اسم ولا فعل يعني بمعنى صحة لو جايه بعد الفعل هتبقى فعل لو جايه بعد الفعل هتبقى مفعول بها فالما فعل بها ده بيبقى اسم this helps you guess the meaning of new words وده هيساعدك انك تخمن معنى الكلمات الجديدة دي طيب ندخل بقى على انواع الوقود بتاعنا قالك يا سيدي اول حاجة fossil fuels are things like cool gas and oil الوقود الحفري ده هي حاجات زي يعني ايه حفري اصلا اللي هي بقايا الكائنات الحية المتحللة لبطن الارض من ملايين السنين او من الاف السنين ده بنسميه الوقود الحفري فقالك يا سيدي حاجات زي الفحم والجاز اللي هو الغاز والأيل جاز مش جاز جاز يعني غاز والأيل اللي هو البترول برضو قل مش زيت قل يعني بترول these are burned in factories or used to make homes and buildings warm الحاجات دي بناخدها بنحرقها ايما في المصانع عشان تشغل الألات والمعدات بتاع المصانع او في البيوت للتدفية وكلام من ده however they are non-renewable على الرغم من ان الحاجات دي مش متقددة يعني مفروض نحافظ عليها لأ احنا بنهلكها في الفاضي كده ما بنستخدمش ما بنستفدش بها قوي وين سي run out لما بيخلصوا run out يعني ينفذ مش هنقدر نلاقي غيرهم ولا نعمل غيرهم وزي ما قلتلك احنا بنصنعهمش وقود الحفر ده بتكون من remains يعني بقايا نباتات قديمة جدا وحيوانات قديمة جدا عاشت على الأرض من سنين طويلة جدا when we burn them لما بنحرقهم a lot of carbon dioxide is released into the atmosphere بينتر عنهم كمية كبيرة جدا من سنوكسيد الكربون بيتم اطلاقها في الغلف الجوي there are other kinds of energy we can use which are renewable بس فيه أشكال تانية للطاقة ممكن نستخدمها والأشكال دي متقددة they don't run out ما بيخلصوش we can get renewable energy from natural resources ممكن نجيب الطاقة المتقددة دي من natural resources أو مصادر طبيعية such as the wind زي الرياح the earth الأرض the sun الشمس water المية and heat والحرارة inside the earth اللي طلعة من بطن الأرض these kinds of energy don't make pollution الأشكال دي ما بتسببش أو أنواع الطاقة دي اللي المتقددة يعني ما بتسببش تلوث and on the longer run وعلى المدى الطويل يعني they are better هم أفضل من الطاقة الغير متقددة بكتير there are many types of environments on earth and we can use different natural resources in different places فبيقول لك في بيئات كتير موجودة على الأرض زي ما أخدنا قبل كده في البيئة القضية والبيئة الساحلية والبيئة الزراعية والبيئة الصحراوية والبيئة الجالدية فبيقول لك ممكن بقى نستخدم الموارد الطبيعية الموجودة في كل بيئة من دول بتشكل مختلف for example على سبيل المثال a hot desert is a good place to get solar energy from the sun الصحرى الحر دي مكان كويس جدا نقدر ناخد منه الطاقة الشمسية انه زي ما قلنا الطاقة الشمسية محتاجة شمس قوية ومكان واسع فالصحرى فيها شمس قوية وفيها مكان واسع and there are large farms with lots of solar panels that can make clean electricity كمان في large farms مزارة شمسية كبيرة with lots of solar panels فيها ألواح شمسية تقدر تولد لنا تقاهرة نظيفة a coastal environment البيئة الساحلية can get a lot of wind اللي هو فيها بيبقى قوي جدا so some places have a lot of wind turbines in the sea فبعض الأماكن بيعملوا wind turbines اللي هي موالدات بتشتغل برياح أو توربينات بتشتغل برياح في البحر close to the coast رايب من الساحل in some places في بعض الأماكن the sea goes up and down through the day البحر بيقى وينزل اللي هو اللي احنا وانا عليه توقط إليه المد والجزر this is called a tight ده اسمه مد والجزر اللي هو البحري مستوية يعلى وجه ينزل تاني in places where the tides are very big and strong في الأماكن اللي بيقى فيها المد والجزر ده قوي وعالي we can use tidal energy from the moving water to make electricity ممكن ناخد طاقة المد والجزر دي من الأمواج المتحركة أو من حركة المية عشان بردو نولد منها كهربا wind and wave turbines طاقة الرياح أو التوبنات اللي بتولد القهربة من الرياح ومن الأمواج دي work by movement بتتولد أو بتشتغل بالحركة the wind or water make turbines move الهوى أو المية بيخلي التوبنات دي تشتغل وتتتحرك and this moving energy والطاقة الحركة دي generate electrical energy بتولد طاقة طاقة قهربية يعني بناخد الحركة طاقة الحركية التوبنات دي شغلتها بتحول الطاقة الحركية لطاقة كهربية أو الطاقة الميكانيكية بنسمها الطاقة ميكانيكية بتحولها لطاقة كهربية you can store this energy والطاقة دي نفعا نخزنها بعد كده so if the sun isn't shining or the wind isn't blowing we still we will still have electricity فلو جاي يوم مثلا الشمس ما طلعتش فيه عندنا طاقة اللي احنا مخزنينها أو الهوى مش جامد برضو عندنا طاقة مخزنينها in other places في بعض الأماكن الثانية it's very hot under the ground بتبقى الدنيا حر الدنيا تحت الأرض بقى سخنة جدا these are good places for geothermal energy والأماكن دي بتبقى كويسة جدا عشان ناخد منها طاقة الانبعاثات الحرارية اللي بتطلع من تحت الأرض as the ground can heat water فالأرض بتسخن المية لأن الأرض بتسخن المية in the future في المستقبل we need to get more of our energy from renewable resources في المستقبل عايزين نجيب كمية أكبر من الطاقة اللي احنا بنستهلكها من مصادر متقددة and less from non renewable resources ونبدأ ناعتمد أو نقل الاعتمدنا شوية على الطاقة الغير متقددة إن طبعا زي ما احنا قلنا هيجي لها وقت وهتخلص وأسعارها بتزيد كلما كميتها بتقل كلما أسعارها بتزيد فبعد كده ممكن هيبقى في مقومش بعد كده في حروب بتحصل دلوقتي على الموارد والكلام الحاجات دي فطبعا لازم ناعتمد بقى أكتر على الحاجات الموارد المتقددة اللي موجودة في كل مكان ومش بتاعت حد ومش هنبيحها ونشتريها ومش هتخلص فأقول لك يا سيدي what are fossil fuels made from مصنوعة من إيه جاءت منين are made أيوة fossil fuels are made from the remains of very old plants and animals that lived on earth a long time ago كل دي كده اللي جاء طيب why is a cost environmental a good place for wind energy ليه بتبقى كويسة ليه الطاقة المد والجزر فين good place for wind energy أيوة a lot of wind بس دي لأن البيئة اللي هي الساحلية بيبقى فيها هوا كتير تمام بس دي الإجابة بتاعتي زي ما قلت لك سؤال القطعة بجعب عليمنا القطعة يعني ايه ما بحبش حد يغلط فيه بصراحة لأن حرام ان احنا نغلط فيه طيب عندك بعد كده محادسة نحن نكملها بقى سارة بتكلمتها بتقولها how many kinds of energy are there ايه انواع الطاقة الموجودة اتلاها there are two kinds a and non-renewable يبقى طبعا ايه renewable متجددة وغير متجددة فساعدتها سؤال اتلاها ايه حاجة are fossil fuels سؤال يبقى محتاجة دا تستفهم يعني من غير مقرأ سهلة خالص يبقى اتلاها they are things like cool gas and ايه كمان بقى fossil fuels and ايه ايه احنا انهم هم ثلاثة الكل والجاز والايل والمترول فاطلاها what are fossil fuels made from اتلاها they are made from the a of very old plants and animals طبعا اي remains بقايا الحيوانات والنباتات الميتة طبعا بعد كتا القطعة بيقول لك نفس القطعة اللي احنا استعرنا من شوية فانا اراها بقى من غير ترجمة فقولك there are many types of environments in earth and we can use different natural resources in different places for example a hot desert is a good place to get solar energy from the sun and there are large farms with lots of solar panels that can make clean electricity a coastal environment can get a lot of wind in some places the sea goes up and down throughout a day throughout the day throughout يعني خلال اليوم this is called tide in places where the tides are very big and strong we can use tidal energy from the moving water to make electricity the wind or water make turbines move and this moving energy generates electrical energy in other places it's very hot under the ground these are good places for geothermal energy and the ground can heat water هي نفس القطع الي احنا نصغرين عشان كده قرناها نلترجم طيب hot desert is a good place to get a energy طبعا مش هيبقى مادة وجازقة لانا فيش ماء اصلا في الصحرة يعني بالعقل كده من غير مع القطع اساسا تمام طيب wind ممكن geothermal لا ما فيش geothermal بس احنا قلنا في القطع بقى عندي مين to get a desert ما to get a solar energy قلنا سؤال القطع نجاب علي من القطع coastal environment can get a lot of ايه coastal environment قلنا بيجيب ايه a lot of wind دي لسه حلنها في الصفحة اللي قبلها طيب where can you find solar panels فين ايوه ايوه there are large farms with lots of solar panels that can make electricity فين بقى in the desert في الصحرة طيب how can we use tidal energy ازاي نقدر نستخدم tidal energy اللي قول برضو we can use tidal energy from the moving water to make electricity بس دي بدأ اجابت السؤال find solar panels ده اجابت السؤال الثالث ناشي هيا ودي وطيب tidal energy اللي هو ده السؤال الربح طيب بعد كده الشيء دي بيقول لك ايه fossil fuels are modern ولا renewable ولا renewable ولا new energy طبعا الوقود الحفري قلنا طبعا ايه non renewable غير متقدد اللي هو البترول والغاز والفحم طيب solar energy comes from the solar energy مش الشمس الطاقة الشمسية بتيجي من الشمس طب a energy uses the movement of the sea to make energy حركة البحر نفسه geocermal دي بتيجي من تحت الارض wind الرياح اللي هو solar الشمس tidal اللي هو المادة والجزر بتاع مين بتاع البحر هو المادة والجزر اتفاع وانخفاض منصوب المية في البحر فهي بعمين طيض to a is to keep something طبعا to a stare دي يعني يبحلق او يحملق باللغة العربية الفصحة اللي هو معناها بالبلد يبحلق play يعني يلعب وميك يعني يصنع طبعا to store احنا مش هنصنع ان احنا نخزنها لا to store نخزنها ان احنا نحتفز بيها we use a to make electricity بنستخدم برجز الكباري لا planes الطيرات لا cars العربيات لا طبعا turbines turbinate اللي هي بتولد الكهرباء to make عشان نصنع كهرباء عشان نعمل كهرباء بنستخدم طبعا turbinate طيب سؤال قلنا اي سؤال اداة الاستفام فعل مساعد فاعل الفاعل اداة الاستفام فعل مساعد وبعد كده الفاعل بقى اللي هو ايه fossil fuels على بعدها وبعدين made from يبقى what are fossil fuels made from مما تصنع او مما يصنع الوقود الحافرين طيب you عندي كان طبعا كان اول او كد او الحاجات دي بتيجي طبعا او should او must بتيجي بعد الفاعل عطول يبقى you can طبعا وبعدين الفاعل store وبعدين electrical energy لان electrical صفة لمين energy وحنونا في الانجليز الصفة بتيجي قبل الاسم يبقى electrical energy طيب renewable 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 ايه ايه على بعضها renewable energy مالها بقى doesn't بعدين ايه run out doesn't run out ما بتخلص طيب we can برضو يبقى تيجي بعدها we can بعدين الفاعل get we can get ايه بقى renewable energy ممكن نحصل على طاقة متقددة منين from رقم خمسة from ايه بقى natural resources من مصادر متقددة بعد كده يا سيدي عايزك بقى تكتب لي paragraph and energy around us الطاقة حوالينا renewable energy solar energy wind energy run out clean non renewable pollution cold gas اللي هي القطع اللي احنا نحن صارينا اللي هي الصفحة كبيرة اللي مليانة دي هو ده نفس البررب عايزك اول مرة يبقى واحد في المية الثاني مرة يبقى عشرة اللي بعدها يبقى خمسين بعد كده يبقى سبعين بعد كده يبقى تمانين لما تكبر وتروح السنين اللي بعد كده هتلاقي نفسك وتكتب بررف اللي الناس متعقدة منه وخايفة منه ده هتلاقي بالنسبة لك اسهل حاجة لانك متعلمه صحة متعوده صحة في ناس في تالت سنة ودلوقتي وبيعانوا ما طول بررف ليه لانهم ما طول بررف وهم قضيانها احفظ بررف وسمع في الامتحان احفظ بررف وسمع في الامتحان ما تعلمش يكتب احنا لسه من صغيرنا هوت وانا بقول لكم يعني عشان تستراحوا بعد كده السؤال تتافه بالنسبة لكم تعودوا عليه لازم نتمرن على كل حاجة عشان نعرف نبقى شطار فيها ما يفيش حد يبقى شاطر في حاجة من غير ما يجربها مرة واتنين وتلاتة ويتعلم بجد صح وما لا طول ما انا بكبر دماغي كده واحفظ وسمع وخلاص مش هنتعلمه فاحنا لسه من دلوقتي انا بقول لك اتعلموا من دلوقتي بعد كده هتصدقني هجريحك هتيجي بعد كده هتكتب بررف هتلاقي اسهل سؤال عندك سؤال بررف ده طيب كده يكون خلص الدرسة التالت من الواحدة السبعة يارب يكون الفيديو عارق من النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته